أزمة كردستان العراق للواجهة من جديد لكن هذه المرة دخل الخلاف من نافذة الرواتب ظن الكثيرون أن الأزمة المتبينة الحدة بين بغداد وأربيل قد وجدت أخيرا طريقها إلى الحل فالمطارات فتحت ورواتب الموظفين المتأخرة قد تم أرسالها كما أعلنت وزارة المالية بيد أن تلك الظنون سرعان ما ظهر نقيضها بل ما يهدد بالعودة إلى المربع الأول فالقوى الكردية على لسان النائب عن التحالف الكردستاني مسعود حيدر قالت إن المبلغ الذي حددته حكومة العباد وأقر في الموازنة لا يكفي لصرف رواتب موظف كردستان حتى مع ادخارها معتبرة ما قامت به الحكومة في بغداد أنه يخالف جميع الوعود التي أطلقتها كما أنها تسعى لجعل الرواتب ورقة سياسية ضد أربيل وهو ما أوحى به تصريح المتحدث باسم حكومة العباد سعد الحديث بأن المبلغ المصروف يمثل النسبة المترتبة على الحكومة وأن على المسؤولين الأكراد إكمال المبلغ لتأمين وصول الرواتب إلى جميع الموظفين من الصادرات النفطية للحقول الواقعة ضمن أراضي كردستان وفي كردستان أيضا انفجرت أزمة أخرى داخلية فكتلة التغيير حذرت من تنام حالة الغضب والاستياء في الشارع الكردي بسبب عدم إفاء حيدر العباد بوعوده بصرف رواتب موظفي كردستان بشكل مباشر غير أنها أدارت دفة الاتهام للحزبين الحاكمين بكردستان باعتبار ما جرى بمثابة ضوء أخضر لهما للمضي بسياسة الإدخار الإجباري لرواتب الموظفين بحسب النائب هوشير عبدالله عبدالله رفع من حدة الاتهامات فقال إن وعود العباد بعدم التعامل مع الفاسدين في كردستان كانت كاذبة بحسب وصفه لافتني لأن رئيس الحكومة يتعامل بمجاملة مع الحزبين الحاكمين في أربيل إذن أزمة جديدة داخل أخرى متفاقمة يشد فيها الممسكون بطرفي الحبل كل إلى جهته لكن نارا بدأت تتعاظم تحت الصراع قد تقلب الحلبة رأسا على عقب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر